مبدأ الحرية مبدأ أساسي في الإسلام إلى أي مدى؟ لأن الذي يفتقد حريته لا حرية له لا دين له كالذي لا عقل له لا دين له فالدين هذا موجه لأناس أحرار ولأناس عقلاء فمن فقد حريته فليس مكلفا بالشراء وبالتالي فنحن نثق في الناس نثق في عقولهم وفي حريتهم ولا نرى أن من مهمة الدولة أن تفرض نمطا من الحياة تفرض نمط معين تتدخل في ملابس الناس تتدخل فيما يأكلون وما يشربون وما يعتقدون وتتدخل في مساكنهم لا وظيفة الدولة أن توفر إطار عام للمجتمع يتعايشون فيه ويبدعون فيه ويتعاونون فيه ويتدافعون أيضا حتى يتبلور لديهم رأي عام وثقافة عامة نحن لماذا نذهب بعيدا الدول التي مارست التي حاولت أن تطبق الإسلام عن طريق أدوات القمع أدوات الدولة نرى الناس يتفلتون من الإسلام نرى في دول فرضت الحجاب مثلا بالقوة نرى النساء مجرد ما يخرجنا من ذلك الإطار أنا مرة في دولة من هذه الدول ركبت طائرة وكانت الطائرة كلها متحجبة فلما وصلنا إلى فرانكفورت مبقاش حجاب واحد هذا فشل تربوي فقلت لهم في ذلك الوقت نحن عندنا في تونس يمكن 10% متحجبات ومع ذلك السلطة تطاردهم وهن مصرات على ذلك أعتبر أن نجاحنا أكبر لأنه 10% يتحجب قناعة بينما هناك 100% أو أقل من ذلك يتحجبنا تحت ضغط السلطة مع أن هذا المظهر لا قيمة له دينية نحن لا نريد أن نحول التونس إلى منافقين لأن الذي يتدين خوفا من الدولة يصلي خوف من الدولة أو يتحجب خوف من الدولة هذا يسمى منافق في الإسلام اشتركوا في القناة